خطوات متتالية لعادة مسار العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران وفدان إيرانيان يزوران جدة والرياض بحلول نهاية الأسبوع بهدف إطلاق عملية إعادة فتح ممثلات إيران الدبلوماسية في المملكة وفق مسؤول في الخارجية الإيرانية الإعلان يأتي غداة وصول وفد دبلوماسي سعودي أيضا إلى طهران لمناقشة آليات إعادة فتح صفارات ودبلوماسيات أو كونسلات المملكة في إيران بعد أيام من لقاء تاريخي في بكين بين وزيري خارجية البلدين فأي نتائج متوقع لهذه الخطوات على البلدين وماذا عن الملفات التي لا تزال عالقة نمو لي من الرياض الباحث في العلاقات الدولية سالم اليامي أهلا وسهلا بك في غرفة الأخبار سالم مجددا هذه الخطوة نحن يعني نعرف أنها ستحدث لأنه خلال شهرين كان مفروض بعد الإعلان عن الوساطة الصينية أن يتم إعادة فتح الممثليات الدبلوماسية والسفارات في البداية إلى أي درجة ممكن لفتح السفارات أن يسرع من عملية إعادة العلاقات استئناف العلاقات بين البلدين وفتح قنوات للحوار تسهل تجاوز أي مشاكل أو سوء فهم أو خلافات قد تظهر في المستقبل بسم الله الرحمن الرحيم وحييك السادة يوسف وحيي السيدات والسادة المشاهدين أنا سعيد بن ضمامي إلى غرفة الأخبار مجددا ومناسبة سعيدة في هذا الشهر الكريم وأيضا أنا سعيد أنني أتحدث عن مناسبة أو حدث إيجابي بين قطبين أو دولتين إقليميتين كبيرة هم المملكة العربية السعودية وإيران السؤال حضرتك هو مهم لكن دعنا نقول الحديث أو الأخبار تقول أن هذه الوفود دبلوماسية هذه الوفود هي من وزارات الخارجية بمعنى أنها تأتي ضمن الإطار الدبلوماسي غالبا لكن تقليديا هذه الوفود هي ذات مسارين المسار الأول هو مسار أمني المسار الثاني هو مسار فني أو هندسي وهي فقط لاستكشاف مدى قدرة الفرق الدبلوماسية السفراء والموظفين الدبلوماسيين وأيضا الموظفين الأمنيين ومن يعني يكون في خدمتهم كيف يمكنهم بدء حياتهم الطبيعية أو ممارسة عملهم معنى ممارسة عملهم أنا أعتقد أنه المؤشر الحقيقي لعودة العلاقات إلى طبيعتها لأن القنوات الدبلوماسية هي الأنابيب أو القنوات التي تجري عبرها يعني مظاهر العامة للعلاقات بين الدول فاليوم نحن أمام الوفود الفنية هذه الوفود الفنية هي تستطلع البنى التحتية تستطلع الجوانب الأمنية للمقارات مقارات عمل الناس بمعنى المبنى للسفارة والقنصلية في البنت جانبين ثم إقامة سعادة أو معالي السفير وإقامة أيضا الموظفين الذين في الغالب يقيمون خاصة أنا كما أعرف الموظفين سعوديين في طهران يقيمون في شكل مبنى واحد أو في مجمع سكني واحد تقريبا فالأمور هي بحث هذه الأمور للأوضاع لكي مدى جاهزيتها لاستخدام أو لاستقبال الموظفين أنا أعتقد أن السفارة والقنصلية السفارة في الرياض والسفارة الإيرانية في الرياض والقنصلية في جدة هي جاهزة وهي كانت محل رعاية وعناية ولم تصب بأذى طوال السبع سنوات الماضية لكن مبنى السفارة في إيران السفارة السعودية ومبنى القنصلية في مشد كما تعرفون أنه في يناير 2016 تعرضت للحرق والنهبي وربما للتكسير وربما للإهمال فالأمور تحتاج إلى بعض الوقت لكن أنا أعتقد والمؤشرات كما تقول وهذا التسارع الإيجابي والجميل في العلاقات أنا أعتقد أن الأمور لن تطول لن تكون في وقت قريب جاهزة للاستخدام بمعنى أننا نشاهد صحيح التوقيت مهم ولن يكون هناك تأخير لكن النقطة هي أن وجود السفراء إلى أي درجة يسهل تشعب الحوار لأنه بدأنا نشهد إرهاصات التقارب يعني سواء في اليمن في سوريا في ملفات واضح أنه تم الاتفاق على على الأقل خلينا نقول الإطار العام لها ولكن لما ندخل للتفاصيل سنحتاج إلى حوار متصل متواصل سريع هل يمكن التعويل على السفرات والقنصريات في هذا الدور ولا بد من التواصل المباشر بينه ووزراء ووزراء الخارجية دائما القنوات التي تسهل والتي تؤكد والتي تحجز الموعيد لأصحاب المعالي الوزراء غالبا تكون عبر الممثريات عبر السفرات عبر المبعوثين الدبلوماسيين يعني أنا هنا لا يمكن التقليل من عمل المبعوثين الدبلوماسيين لا يمكن التقليل من عملهم في التقريب بين البلدين سواء كان في لقاء المسؤولين أو حتى في تنمية العلاقات الأخرى نعلم أخي يوسف أن هناك علاقات اقتصادية منتظر أن تبدأ نعلم أيضا أن هناك الاتصال أو الرحلات الجوية هذا أيضا يريد عمل ثم هناك الأشخاص وانتقالهم خاصة انتقال عشرات الألاف ربما مئات الألاف من الإيرانيين لأدى فريطة الحج والعمرة هذا كله يريد عمل وهذا كله تنجزه القنوات الدبلوماسية إذن القنوات الدبلوماسية في تقديره هي مهمة وهي ستكون نقطة لتسهيل عمل الجميع ابتداء من مواعيد أصحاب المعالي الوزراء أصحاب السمو والمعالي الوزراء ثم في اللقاءات الجانبية بين الشيء آخر أنا أعتقد أنه قد يكون هناك وهذا يعتمد على تقدم العلاقات إلى المهم قد يكون هناك لجنة عليا كما دأبت المملكة في السنوات الأخيرة على إقامة لجنات عليا تشرف وتدفع وتؤيد وتدعم العلاقات ربما يكون هناك أيضا ضمن هذا التقليد لجنة من هذا الشكل سلم اسمح لي الآن في خلافات قديمة مزمنة بين البلدين إذا لو شفنا أن الأمور بدأت تتحرك في اليمن في سوريا في غيرها وأيضا في رغبة للاستثمار السعودي في داخل إيران لكن ماذا مثلا عن العقوبات الأمريكية على إيران ماذا عن الملف النووي الإيراني فيما يتعلق بمستقبله لأن هذا يبدو وأن إيران ترى أن المعني به هو الغرب وليس جوارها العربي يعني خصوصا الملف النووي هل نتوقع أن الحوار سيشمل كل الملفات وليس فقط الملفات الساخنة؟ أنا أعتقد أنه بين الجانبين السعودي والإيراني أنا أتفق معك أن هناك سنوات من القطيعة وقبل سنوات من القطيعة هناك حالة سنوات من عدم الثقة حتى عندما كانت العلاقات موجودة الشيء الآخر كان هناك سلوكيات سياسية إيرانية لم تكن محببة سواء كان للجانب العربي أو للمملكة العربية السعودية المملكة كانت تعلن ذلك والجانب العربي كان لديه ربما مواقف مختلفة أو متباينة في هذا الصدد كل هذا في تقديري سيأخذ الأولوية قضية الملف النووي إذا كان هناك علاقات إيجابية بين الجانبين ستنشى خلال الفترة القليلة القادمة فربما يكون هناك استجابة لبعض الطلبات العربية بين قوسين وربما الخليجية في المقام الأول التي كانت تطلب أن يكون لها دور أو مشاركة في موضوع الجانب النووي على الأقل لكي تسمع صوتها لأن الحدث يتم في منطقتها أو في إقليمها وهي متضرر إذا حدث شيء لا سمح الله سواء كان صراع عسكري أو حتى أخطاء تتعلق بجودة العمل النووي وإدارته وقدرة الجانب الإيراني على تشغيله هذه كلها مخاوف في الحقيقة مطروحة على طاولة البحث الخليجية ولعل العلاقات إذا تحسنت وأصبح هناك تجاوز لعقبات عدم الثقة التي بنتها السنوات للأسف الماضية قد يكون هناك تطور في هذا الجانب خاصة الملف النووي الإيراني أشكرك جزيل الشكر ضيفي من الرياض الباحث في العلاقات الدولية سالم اليامي ونسعد دائما باستضافتك أستاذ سالم ترجمة نانسي قنقر